المرأة الرياضة التحديات عنوين ثلاثة تتناولها هذه الدورة التدريبية التي جاءت بمبادرة من جمعية التضامن لقدامى متدربي لوزان بالتعاون مع الفدرالية الشديد لكرة القدم وذلك من اجل تدريب وتهيل الفتيات الرياضيات بمختلف فئاتهن وكذل المدربين والقائمين على ادارة الفرق النسائية رئيسة جمعية التضامن لقدامى متدربي لوزان السيدة اسين نيماجي في كلمتها بهذه المناسبة طلبت من كل المشاركين التبادل والنقاش في العديد من القضايا التي تقف عائقا امام المرأة الرياضية مقدمة جزيلة شكرها للفدرالية الشديد لكرة القدم على دعم هذه الدورة وزير الشباب ورياضة روتوان محمد دونجا كريستيان في خطاب الافتتاحي للدورة اشار الى ان هذه الدورة ستسمح بتحليل ودراسة التحديات التي تواجه المرأة في المجال الرياضي مؤكدا ان الحكومة عبر الوزارة قد وضعت مكان خاصة للمرأة الرياضية بشكل عام وكرة القدم النسائية بشكل خاص وذلك وفق رؤى رئيس الجمهورية مشير جاد ادريس ديبي اتنو ونشير الى ان هذه الدورة التدريبية ستستمر لمدة ثلاثة ايام متتالية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة